اليوم سوف نحضر التحليه الكرامل بطريقة سهلة و بلافلون نحتاج ميزينة او لنشا نحتاج كاس سكر سنيدة و نحتاج التقيق 1 لتر من الحليب و كذلك الزبدة نحضر كاس سكر سنيدة و نضعه فوق النار على نار مهيلة من جهد البوطة لكي لا تحضر السكر و نحضر الكرامل نحضر ملعقة خشابية نحضر ملعقة خشابية نحضر السكر سنيدة كرامل و نضعه نضع ملعقة و نضعه نضعه و نضعه 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 و نجده كرامل بعد نضعه الكرامل نضعه نجد الكويت الذي خلطنا فيه الماء و نص معلقة الماء جيدة فنكبه في الكصونة التي فيها الكراميل فمجرد لا نكبه لن نخلط لأنه يحجر لنا السكر فنحن نخلطه فمن أحسن نخلطه بملعقة خشابية بعد ذلك كراميل و نرجع سائل فنفيدك الساعة البوطة و ندره في كوس تقديم من فنhores من تعطين هكذا كم ينص49 كم اليلم نقوم بلخطت الكرامل يمكنكم كان جهاز اضافة الهوي ف و و نكب上 الكراميل نحتاج افضل نعض lagi تأتي نستخدم يمكنك سوف نضيف الكراميل نضيف الكراميل في الكسرونة نضيف الكراميل في الكسرونة نضيف الحليب كامل نوضيف الماء نزف الكرامي نضيف الكسرونة معلق كبار و مكتب cert أكثر ميزينا لعشو I تفد لك قليلا نضيف نصف كاس الحليب نضيف نصف كاس الحليب نضيف كاس الحليب نضيف الحليب اخلطنا بالحليب حلطوا بشكل متحجل Pumped نضيف حليب بصف حليب اخلطيه حتى يكون عندنا كراميل اخلطي الحليب والكراميل حتى يدوب كالك الكراميل يدوب لكم مزيان عادة كتفو داك الكاس اللي كيكون فيه الحليب والنشا والطقيق هنا أنا كرم قد نخلط حتى كتكون عندي الكريمة فمجرد ما الكريمة ديالي يعني كتبتت عقادية او لا كتبت ليدوك الفقاعات اللي كنكولها لكم ديما فكنزيد لها نص معلقة من الزبدة وكنخلط حتى باش تدوب ليدوك الزبدة ديالنا هنا كيكون عندي تحلية ديال الكراميل كتكون عندي موجودة كنطفل النار وكنمدنكوب داك تحلية ديال الكراميل في الكووس كان مقاب حلاكة حتى كنكمل ديال كميه ديال الكريمة اللي عدنا فتقريبا كيجونا خمسة كووس بالنسبة لها الكووس فرا كبه يمكن لكم تعتمدوا على الكووس صغر وديروا نصف المقادر من بعد ما كنكم بديك التحلية ديالي في الكووس وكنكمل ديالك الكيميه كنخلين فوق سطح العمل حتى يبردوا او لكيتفاو من بعد فكندخلهم التلاجة هنا الكووس ديالي خرجتهم التلاجة فبنسبة للزين فدت الزين بصيات قدرت أخرج العقل قسمتها على جوج وحطيت زينت بها فكما كنكو لكم ديمة زينو باللي موجود عدكم في الدار مهم اننا نديروش حاجة زوينة وكذلك اللي نفرحوا بها عائلتنا وفرحوا بها وليداتنا هنا قضبت لكم الكاس فالطبقة اللولش كي كي بان لكم الكراميل فرق يجي جامد وزوين بالنسبة للناس كما كتلكم اللي مكيبغوش الكراميل يكون عاقد فيستانبو ديك نص معلقة من النشا فهنا شوفوا الطبقات كي كي بان لكم طبقة ديال الكراميل وكذلك الطبقة من الكريمة ديال الكراميل فصدقوني هالتحلية كتجي رائعة وكتجي كذلك كريمية يعني ما كتجي جامدة بالعكس كتجي كريمية وكتدوب في فم كنتمنىكم انكم تجربوها وتردتوا عليها الخبار هنا الفيديو ديالنا وصل النهاية دياله كنتمنى فيديونا دياليوما يكون نال اعجابكم وبطبيعة الحال اللي اعجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وكذلك بالنسبة الناس اللي يشوفوا القناة ديالنا الاول مرة ويعجبوا محتوى ديالقنا ما تنساش اختيت الضغطة على اشتراك والضغطة على زر الجرس باش توصل بالجديد ديالنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة